مرض قصور الشريان التاجي مرض قصور الشريان التاجي يا عراض قصور الشريان التاجي قد تكون اعراضه ما يسمى زبحة صدرية مستقرة او زبحة صدرية غير مستقرة او جلطة بالقلب طبعا اخفهم هو زبحة صدرية المستقرة ان المريض يمشي او يعمل مجهود او ينفعل يجيلو الم في الصدر يوقف يرتاح يروح الالم دي بنقول عليها زبحة صدرية مستقرة طيب لو هو الالم طول شوية لو هو جاله مع حركة بسيطة قادي لو قاعد طول ومرتحش على طول دي بنقول عليها غير مستقرة طيب لو جاء ألم بقى شديد وطول لفترة طويلة ومرتحش بالجلوس أو أعراس تحت اللسان يبقى في هذه الحالة احتمال أن يكون في جلطة في القلب دي بعض الأعراض المؤشر أن لابد المريض يتجه إلى الطبيب علشان يقدر يكشف سبب ألم السدري ومش كل طبعا أطم الناس مش كل ألم في السدري يبقى بسبب قصور الشرين التاجي يعني بس لو حصل شكوى زي اللي أنا قلتها دي لازم نتجه إلى الطبيب المعالج عشان هو يقدر يقيم الحالة وهل دي الألم دي بسبب قصور الشرين التاجي ولا بسبب أسباب أخرى دي حاجة طيب العقاية من قصور الشرين التاجي نقل نفسنا إزاي نقل نفسنا إزاي بأن نحن نسيطر على رون الخطورة التدخين الإقلاع على التدخين اللي عنده مريض الضغط يبقى أزبط الضغط كوليسترول مرتفع يبقى عالي الكوليسترول أزبط السكر رياضة الأكسرسايز أزبط الأكل كل دي عوامل مهمة جدا عشان تقي الشخص السليم من أن هو يجيله في مرحلة من المراحل قصور الشرين التاجي طب لو لقدر الله حصل أن الشخص أصيب بديء في الشرين وقصور الشرين التاجي إيه هي خطوط العلاج؟ خطوط العلاج إحنا عندنا كثيرة دلوقتي إحنا فيه عندنا ذاتي ثورة في طب القلب سواء أدوية سواء بتدخلات فطبعا العلاج الدوائي ده من أهم طرق العلاج لمرارة قصور الشرين التاجي وعندنا ذاتي أدوية حديثة جدا وكل يوم والتاني بتطلع أدوية حديثة لعلاج قصور الشرين التاجي وتأثيرها باستجابة كويسة جدا بعض الناس ما بيبقاش كافي فيهم العلاج الدوائي فبنلجأ بقى إلى أسطرة وعن طريق الأسطرة بيبقى فيه تدخلات تدخلات عن طريق توسيع للشريان وتركيب دعمات وبرضو عندنا زي ما بنقول ثورة في علم القلب وطب القلب باستخدام أساطر جديدة وباستخدام دعمات حديثة لتوسيع وتركيب الشرين وبعض قلة من المرضى قد يحتاج تدخل بقى جراحي لتوصيل الشرين فأنا طبعا بدعو الجميع أن نعيش حياة سليمة بدون مرض عن طريق المحافظة على نظام الأكل الرياضة الإقلاع عن التدخين كل دي عوامل مهمة جدا ليقينة من أمراض القلب وأتمنى لجميع الصحة والسلامة وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر